يوفر برنامج سينداي فريمورك مونيتر للدول الأعضاء خيار إضافة أهداف ومؤشرات مخصصة لأغراض الرصد والإبلاغ على المستوى الوطني سيوضح لك هذا الفيديو كيفية إعداد الأهداف والمؤشرات المخصصة والانتقال بينها يتم إعداد المؤشرات المخصصة من قبل منصق بلدك لبدء الإعداد، مرر مؤشر الماوس فوق Custom Targets وانقر على Setup ضمن General Settings حدد دورة إعداد التقارير والإطار الزمني لإدخال البيانات يمكن أن تكون دورة إعداد التقارير إما سنوية أو نصف سنوية، وعلى عكس التقارير العالمية تتمتع الدول الأعضاء بالمرونة للبدء بأي شهر تقويمي للإبلاغ عنه على سبيل المثال، قد تقرر بعض البلدان التي تبدأ سنتها المالية في أبريل أن يكون شهر أبريل هو شهر البداية حدد ما إذا كنت ترغب في تضمين خط الأساس من 2005 إلى 2014 لإعداد التقارير بعد ذلك، حدد ما إذا كنت ترغب في إرسال إعلامات لتنبيه المستخدمين قبل نهاية فترة التقرير يمكنك أيضا إضافة لغات إضافية في إعداد التقارير المخصصة انقر فوق Add More وحدد اللغة التي تريدها من القائمة المتاحة انقر فوق Save بمجرد تحديد جميع الإعدادات التي تريدها بعد الإعدادات العامة، الخطوة التالية هي تحديد الاستراتيجية والأهداف ضمن هذا القسم، يمكنك إضافة ما يصل إلى 3000 كلمة حول استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحددة في هذا المربع بالإضافة إلى تحميل الوثائق الداعمة يمكنك بعد ذلك تحديد الأهداف بالنقر فوق Add ترجي على سبيل المثال، يمكننا إضافة هدف مخصص يسمى Retrofit of Public Infrastructure حدد ما إذا كان الهدف للاستخدام الوطني والمحلي أو للاستخدام المحلي فقط واكتب يمكنك اختيار تحديد الهدف العام ذي الصلة من أي إلاج كمرجع بالنسبة لمثال Retrofit of Public Infrastructure فإن الهدف دي هو الهدف العالمي الأكثر صلة لذلك سنختار دي هنا انقر فوق Save عندما تكون راضيا عن معلومات هدفك المخصص الجديد وستتمكن الآن من رؤية الهدف في القائمة الجانبية انقر على هدفك المخصص الجديد لإعداد المؤشرات هناك خياران لإضافة مؤشرات مخصصة يمكنك إعداد المؤشرات المحددة الخاصة بك أو اختيار مؤشرات محددة مسبقا من القائمة المتاحة تستند المؤشرات المخصصة المحددة مسبقا إلى أولويات سندايف راميوي من 1 إلى 14 أساسيات لحملة جعل المدن قابلة للتكيف بما في ذلك مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المحددة ومؤشرات من هيوغو فريمورك لرصد العمل بالنسبة لمثالنا الهدف المخصص Retrofitting of Public Infrastructure سنبدأ قولا إنشاء مؤشرا جديد بالنقر فوق Add Indicator أدخل عنوان المؤشر على سبيل المثال Health Facility Assessment and Retrofitting بعد ذلك أدخل السؤال الرئيسي على سبيل المثال Does the country have a policy to assess the state risk of health facilities and retrofit team حدد نوع الإجابة المناسبة والذي يمكن أن يكون نعم أو لا اختيار متعدد إجابات فردية أو متعددة نص قصير أو مجاني رقم مبلغ نسبة مئوية أو تصنيف ويمكن أن يتضمن التحميلات والروابط بعد ذلك سننشئ مؤشرا باستخدام القائمة المحددة مسبقا انقر فوق Select Indicator وفي هذا المثال سنختار Sendive Framework يمكنك بعد ذلك التصفية حسب الأولوية أو مجال التركيز أو البحث عن طريق الكلمات الدلالية بالنسبة لمؤشرنا الذي يركز على تقييم المرافق الصحية والتعديل التحديثي سوف نستخدم مجال التركيز Health Sector لتصفية المؤشرات المحددة مسبقا حدد المؤشر المحددة مسبقا دي الصلة على سبيل المثال Health Facility Assessment مع اختيار هذا المؤشر المحدد مسبقا سترى أنواع الإجابات على السؤال الرئيسي وأسئلة إضافية لمراقبة المؤشر انقر فوق أيقونة التعديل لتعديل أو إزالة أسئلة إضافية إذا اخترت تغيير أنواع الإجابات للأسئلة فتأكد من اختيار أنواع الإجابات المناسبة على سبيل المثال لا يمكن أن تكون النسبة المئوية للمرافق الصحية التي تم تعديلها لتتوافق مع أحدث معايير السلامة مقياسا أو إجابة بنعم أو لا يمكنك أيضا الاستمرار في إضافة أسئلة إضافية يمكن اختيار المؤسسات المسؤولة عن هدف ومؤشر مخصص على غرار التقارير العالمية هناك نوعان من المؤسسات المالك والمساهمين الإضافيين سيكون مالك البيانات هو النقطة المحورية لهذا الهدف أو المؤشر المخصص للتحقق منه صحة البيانات المعنية بينما يمكن للمساهمين الإضافيين دعم إدخال البيانات بمجرد تحديد المؤسسات انقر فوق زر الحفظ الآن المؤشرات المخصصة جاهزة للإبلاغ لإدخال بيانات المؤشرات المخصصة مرر مؤشر الماوسي فوق Custom Targets وانقر على Custom Reporting قبل أن تبدأ في إدخال البيانات انقر فوق سنة الإبلاغ الصحيحة يجب أن تعكس السنة سنة البيانات وليس السنة التي تقوم فيها بإدخال البيانات ستظهر الأهداف والمؤشرات التي وضعها المنصق الوطني هنا ويمكنك إدخال البيانات في أنواع الإجابات المختلفة بمجرد أن تكون سعيدا بالأرقام المدخلة انقر فوق Submit Indicator للتقدم نحو ترجمة نانسي قنقر